وصفتنا لليوم نودلز يابانية طريقة جدا سهلة وجدا طعمة هستخدم فيها يابانيز نودلز في منا نوعين نودلز اودن السميكة ونودلز رامين الرفيعة اللي هستخدمها اليوم في الوصفة زيت السمسم بصل اثوم جزر فلف الرومي وملفوف وفطر فرش واقلبهم بهارات معاها ملح وصوية سوس حلوة وصومة روب كده خليط الخضار جاهز معاي لتحضير نودلز رامين ما تحتاج ابدا وقت دقيقة واحدة في موية مغلية وتكون جاهزة وارفاحها ونزلها على الخضار غير معدلة وراثيا خالية من القلوبين جوتومات مخفضة السعرات الحرارية ومخفضة الدهون وسريعة التحضير اقدر اطبخها ببهارات خاصة سواء مع الخضار او اللحمة او الدجاج او القنبري وبالعافي عليكم لازم تجربوها